تعالي نقعد نفكر مع بعض وده يمكن يكون سؤال مهم بالنسبة لي الخطوات اللي جاية ايه؟ الخطوات اللي جاية ان احنا يعني نوري العالم كله ده لانا كنت منتظره كامل العالم كله اطفال مصر بتعمل ايه؟ هيل دي مش سهلة خالص وده رسالة وامكان الميديا الحمد لله حقق منها جزء لان في ناس الحمد لله على مستوى العالم بتتبعنا واللي لفت نظري اكتر بقى وممكن التعليقات الكتير في فيديو القطار الاخير وعامتا في بقية الحاجات اللي عندنا على الصفحة المصريين المغتربين وخصوصا في اوروبا وامريكا بتاش متخيل كم الطاقة الايجابية اللي هم يخدوها الفكرة اللي بتتحسن عن مصر دول الجيل الجديد دول الناس اللي هيحملوا اللواء الموسيقى والثقافة والعلوم والفنون في مصر اللي طالع خد بالك هم مش دول كل مصر مليانة طبعا نقدرش أقول لك دول طبعا الفكرة بس مين هيتبناهم مين هيعمل مين حابب الموضوع يعني زي ما هو ممل ناس شايفاء ممل ومتعب لا هو في مجهود لكنه مش ممل بسرعة بس انا بالنسبالي حب الموضوع يمكن انا زميلي لهم دفعيتي سنا وكان معايا ناس في الكلية مسكين الحركة الفنية بيشتغلوا عمر دياب تلحين وتوزيع ومحمد بنير وناس زميلي وبرسعادية مش ناس مثلا من القهرة بس انا حبيت أطفال هم شوفوا نفسهم فين انا حبيت كل واحد بيلاقي نفسه في حاجة معينة بسرط مفيش حاجة في التانية احسن يعني بش حاجة اسمها ده احسن من ده بسرط انا لقيت نفسي في ايه وبحقق نفسي في ايه بسرط هو ده الفكرة اللي انا حبيتها والفكرة بقى ان العالم كله يعرف ان الطفل المصري مش مجرد السوري يعني كلام مش كويس بيتقال عليه لا 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 ان الطفل المصري يقدر ويقدر يعمل كتير ولازم مصر تشوفهم والدول العربية تشوفهم والعالم كله شوفهم بس يمكن انا بفكر معك بصوت عليه برضو انا انا مش شايف ان احنا نكتفي بمسألة انه موجودين في البرامج بتاعتنا او انه الفيديوهات الحمد لله بتتشاف كتير وهكذا هل في تصور انه نعمل زي جوالات برا نطلع شوية في الدول اللي حوالينا اشققنا عند الدول العربية بعد شوية نبدأ نطور الموضوع اكتر ونطلع على رأيك اوروبا نطلع امريكا ونروح امريكا اللاتينية ونطلع استرالي نروح نعزف ونلعب في كوريا ايه لاخيره ايه المانع يعني الفلوس بس ده الخطة يعني بس احنا احنا عملنا حاجة القطر ما كانش مجرد القطر القطر كان مبادرة والمبادرة دي بدأة من الاول معانا احنا لما بدأنا ننزل احنا الحمد لله لنا حفرات في الأوبرا ومشتركين في مهرجانات كتير وليه فيه جمهور طبعا احنا بننزل للناس اللي مش بتجيه لك الناس اللي هي محتاجة تاخد طاقة الناس اللي هي البسيطة لما تشوفك حتى يعني انت بتعزف في الأوبرا ما ده طبيعي بتعزف فرقة بتعزف على مسرح لكن لما تعزف فوسط الناس دي من الحاجات اللي هي موسيقى في كل مكان المبادرة دي أنا نفسي ألف بيها الأماكن السياحية في مصر الجديدة حلو كلها نفسي بس دي مش كلا محتاجة المسئوليين هم اللي يدعموه وزارة الثقافة مش وزارة الثقافة ده حاجة لازم تجي من فوق كمان لا ولاش علاقة فوق هي العلاقة كلها وزارة الثقافة وزارة سياحة وقصار فهتلفوا مصر من شرقها لغربها شمالها لجنوبها هم وزارتين شو يحتاج أكتر من كده وأنا أتمنى أتمنى نعمل حاجة في مصرح في متحف الحضارة متحف الكبير أجماعة إحنا لما بنشاور على الحاجات الجميلة اللي زي دي بتفرق قوي مع الناس وبتفرق قوي لأنهم شايفين حاجة كبيرة بأنامل صغيرة هي اللي بتعمل فشافل يعني الطاقة بتجي لهم انت حدث كبير موجود خلاص وحاجة اتعملت كبيرة وأطفالها دول احنا بتديه ليهم مش ليه نحنا فهما الناس بتشوف الموضوع بشكل مختلف ايو مش زينا احنا ده بقى بينعاكس على الأطفال وعلى الجيل بتاعهم بشكل كامل جدا هو لازم بيني وبينك لازم الوزارة وزارت الثقافة تحديدا السياحة والأثار تحديدا هما الاتنين كده يروحون كلمينك في التليفون احنا عاوزين نطلع يعني مثلا في الأوقات الشتوية هنطلع مرة هنعمل حفلة حلوة في الأسر ونختار مكان هنعمل حفلة لطيفة في أسوان ونختار مكان مرة تانية يبقى على رأك في متحف الحضارة مرة تانية في متحف المصري من التحرير الانتك خانة مرة في المتحف المصري الكبير يعني احنا في عندنا كم أثار يخضوا مرة في قلعة اسكندرية في قايد باي وهكذا يعني نفسي نفسي ده يحصل بس طبعا ده إرهاق علينا احنا إرهاق كبير عشان تعمل الكلام ده حتى هم يعملوه خب الظبط هم لو وفروه احنا على أتم استعداد والله إحنا عامين خطة وللهم ما عملوش هم مالين اللي يعني لكل حاجة يعني هنروح هنا نعمل ايه نروح هنا معمول خطة بس إحنا بس ناخد الفرصة وأنا على أتم استعداد وهم دول والله بص يعني والله بجد الناس دي هم هيشوفوها فصحة بصحة وإحنا هنشوفها لا 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 بيعرف قد إيه يعني مهما قلت لك الفراع عنا عاملو ايه غاكس المواد دي كأنا تبص عاملو ايه طبعا بيتلمسك من جوه ما أنا بقولك هو طبعا هو لما هيروح هيشوف الثقافة بتاعت بلده وحضارة بلده إلى آخره وفي نفس الوقت هو ده حقنا أو حقهم علينا بالزبط إنه الولاد دول نكبرهم ونساعدهم ونخليهم يوصلوا لأقصى درجات العالمية زي ما بيتقال بلو ما عملناش كده ما عمل نعمل كده مع مين يعني مع نفس اله محمد خلاص كل سنة محمد طيبين